السلام عليكم شباب البوبجي نزلت لسكنات الجديدة لبطولة الجاي اسكنات حلوة بصراحة نستعرض وسبب مع بعض نشوفها ونعطي رأينا عنها ايش اللي عاجبنا وايش اللي مش عاجبنا وراح برضو اذكر كيفية التصويت للبطولة عشان اذا فزيت بالتصويت بتاعك عشان تحصل نقاط وتشتري فيها اسكنات لكن فيه كمان اثناء البطولة ممكن يوزع بطاقات للي راح شاهد البث المباشر بتاع البطولة اه فاكيد راح يكون هناك توزيع بطاقات عشان التصويت اه لا تنسوا التعبوني على تويتش لان انا بنفسي راح افتح ان شاء الله على البطولة اذا صارت احاول افتح اه حسب استطاعتي اسم القناة السوري متل اه منتشافين السوري طبعا خلان نشوف الاسكنات مع بعض اللي ننزلوها بتاع البطولة اه هذولة هم شباب هذول الاسكنات اه اولا نبدأ فيهم وبعدين نروح على الاسكنات اللي ممكن تحصلهم مقابل النقاط اللي تحصلة بعد بعد التصويت طبعا اه حب اذكر انه اللي السباقي اه اسبوعين اه لحتين انتهى التصويت فما تصوت اسا استنى شوي وقبل بيوم او يومين صوت عشان يكون يعني تكون اه شي واضح بالنسبة لك لانه كتير مرات في ناس بيصوتوا فبيصوتوا له الفريق اللي مش متاهل فانا بصراح لسه ما عندي كتير معلومات عن البطولة هاي شلون وضعها شلون الامور راح تمشي لكن انا بنصحك انك تستنى وقبل يوم او يومين انك تصوت عشان يكما تروح بطاقاتك على الفاضلة فريق او دولة يعني مش متاهلة لكن حاليا الاسكنات مع بعض اولا عنا اه ثلاث بيكاجات هي اللي نزلوها جديد متماكم شايفين عنا هاي الرقصة بالاول ارخص باكيج ممكن انك تحصلوا بخمسة دولار بيعطوك بطاقة واحدة للبطاقات في عنا اه الباكيج اللي هاي بنت مع هذا الاسكن اللي لبسه مع الكار مثل ما ما شايفين بصراح الكار كتير حلو ان شاء الله يكون هيك لونه اه اثناء يعني لعب القيم مو والله بس باللوب يحلو ووقت لتنسكوا بيدك بالقيم بشيع بصراحة القلوفس كتير حلوات حلوات ماشي حالهم طبعا هذا الباكيج اذا اشتريتو بيعطوك الاسكن اللبسه متماكم شايفين اسكن الكار وسبعين الف نقطة بعد شوي ما شوف ايش اللي تقدر تحصله من النقاط طبعا بعطوك بطاقتين مو بس بطاقة لكن رح تدفع ثلاثين دولار اثنين وثلاثين دولار تقريبا ايك شي طبعا في عنا الاسكن الفردي اللي حاله هو الشاب هذا كان الاسكن البنت هذا هذا السكن بتحصل برضو لبسة مختلفة شوي بصراحة اللبسة حاسة أحلى بكتير من هذه اللبسة بتاع البنت لكن ما فيها الكفوف لكن برضو بتحصل سبعين الف نقطة عشان تشتري فيها اسكنات حاليا موجودة بالمتجر وبطاقتين بنفس الوقت طبعا مثل ما كم شايفين شعرات بوط كنزة مع سترة ما بعرف ايش برضو السعر نفس السعر طبع الاسكن البنت اثنين وثلاثين دولار ثلاثين وثلاثين جيو كوين طبعا في عندك الباكتش كامل انك تشتري رح توفر على نفسك يعني شوي لكن بنفس الوقت رح تاخد شي اضافي يعني انت بدل ما تدفع مثلا ثلاثين ثلاثين وثلاثين 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 ستة بس لكن فوقهم برضو ستين الف نقطة عشان يصنع عندك ميتين الف نقطة وبنفس الوقت بتاخد هاي ميدالية عشان تحطها على السلحة وبنفس الوقت بتاخد خمس بطاقات يعني بطاقة زيادة عن عن البطاق عن السكن الفردي اللي بتحصل في بس في بطاقتين لكن هون بطاقة زيادة يعني اثنين باثنين اربعة وواحد زيادة فوق منهم بنفس الوقت بتحصل المظلة براشوت برضو حباب صراحي شباب وهذا يعني الفرق بين اله وبرضو هذا الاسكن آآ قضية الاستيكر اللي ممكن تلزقوا على الارض على الحيطان بالسقف ما بعرف وين ما بدك على صاحبك كما بيصير مهم هذول هم شباب الاسكنات وننتقل على الاسكنات اللي ممكن تحصلها بالنقاط طبعا كافية التصويت بسيطة تكبس هنا في عندك عدد عدد مناطق يعني عندك الصين كوريا أمريكا فيتنام استراليا ألمانيا وحاليا متل ما مشوف يعني في كتير اشخاص مصوتين بس ما بعرف انك شون يعني في يعني تصفيات لو كيف فمشان هيك انا عبقول استنى حتى يخلص قبل بيوم وصوت لانه باغي خمسطاعش يوم تسطاعش تسطاعش ساعة وأربعة وأربعة دقائق يعني لسه في وقت التير ما في داعة تصوت من اللحظة هاي وانا ان شاء الله اذا عرفت اكتر وعرفت يعني الفرق الاقوى الشيء يلي ممكن اني يعني تربح فراح نزل فيديو واقول لك على اي فرق او دولة انك تصوت لكن من هون بتكبس على الدولة اذا حاب تصوت هالدقيقة هاي معني ما بنصح به الشيء بتكبس هون تعطيه على هذا الفرق بيقول لك يعني اختار او اشيء تعطيه انا ما عندي اه اه بالطاقات عشان نصوت لكن الاسلحة متل ما كم شايفين هدولة ما الاسلحة يعني متل ما قلت لكم اذا اذا بتاخد اسكن فردي واحد مني ذكرتم متل التلاف ومئتين جي كوين فبيعطوك سبعين الف نقطة فهالشي ما رح يكفي عشان تشتري هاي هذا الوجه او يعني هذا الشعر اسكن الشعر او هذا الاسلاح هذا الاسلاح ميتين وعشرة الاف في عنا الطاوي ما رح يكفوه اه اذا بدك اذا انت بس بدك تشتري اسكن فردي فالمهم انك يعني المهم انك تستنى وبعد خلينا نقول اذا فست بشي تصويت انك والله تحصل النقاط وتشتري الاسكن اللي عاجبك هاي تشندة شبه مثل ما كم شايفين الدرعة بصراحة كتير حلو وهذا يعني جنب اسمك انتم مهم شايفين بي انسي هاي اسم البطولة وبطاقة اسم فيك تشتريها بعد ما تشتري الاسكن الفردي يعني 30000 جي كوين فبيعطوك سبعين الف نقطة بيك تشتري بطاقة تغيير اسم في عندك هذول كمان فيك تشتريهم عشر مرات الفين عشرين الف يوم في برضو هذول المفاتيح كمان نفس الشي بس انا هذول ما بنزح فيهم ابدا تشتري اشتري شي من هذول واستنلا حتى تخلص البطولة يعني وتشوفوا التصويت اذا انت ربحت او لا وعلى حسب النقاط يعني اللي حصلتها اشتري شي يعني اللي انت فيك تشتريه لا تنسى شباب كمان تشيكوا على هذول هاي الخانة نزلوها اليوم بيعطوك سكنات بنزلين عليها خصم فمتل ما كم فيمي هاي الخوذة سعرها ب500 جي كوين كانت لكن الخصم شال منها 60 بالمية فخلو ليها ب200 جي كوين فممكن اني اشتريها اذا عاجبتني ممكن انه يكون هون في اسكن انت راح عليك بالمتجر كان شوي غالي وحاليا سووا ارخاص ممكن انك تشتريه هون متل ما كم شايفين هذا هذا الاسكن 2170 خلوه ب1300 انا بصراحة ما اطلع لي شي يعني اسكنات حلوة كتير هون للاسف فهذا هو كان الفيديو يا شباب استعراض للاسكنات ولا تنسوا تحطوا لا تنسوا تشاركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان ينزلكم الفيديو وتشرح كيفية التصويت يعني مش كيفية التصويت بس الفرق اللي ممكن انك تصوط عليها او الدول عشان ما تروح بطاقاتك على الفاضي ولا تنسوا تتابعيني على التويتش السوري اشتركوا ان شاء الله فيديو جديد عن قريب ان شاء الله سلامات